الوضع الكهربائي ينظر بالخطورة تعدى مسألة الصيانة وما يتعلق بترتيباتها المالية والتقنية ليدخل مرحلة جديدة عنوانها إعادة البناء الوضع في مناطق جنوب العاصمة فيما يتعلق بالمحطات فهي مدمرة بنسبة 80% وفق مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري تكوري قال في تصريح خاص للأحرار إن غالبية محطات التوليد مدمرة وأن التكلفة المالية للخسائر تقدر بما قيمته 500 مليون دينار كل محطات التوليد تعرضت إما للسرقة أو التخذيب والتدمير طال عشر دوائر نقل رئيسية وأكثر من 60 خط نقل دمرت أيضا مدير مكتب الإعلام بالشركة العامة الكهرباء أفاد بخروج الوحدة الأولى في محطة الخليج عن العمل وخسارة قرابة 500 ميجا في الشبكة الشرقية فضلا عن خسارة 2000 ميجاوات بسبب خروج ثلاث وحدات كهربائية عن العمل الآن ومع ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط للكهرباء فضلا عن نقص أنبيب الغاز الذي دعا المواطنين لاستخدام الفرنيلو وما تتعرض له معدات الشركة من عمليات تخريب وسرقة واعتداءات متعمدة كلها مجتمعة توحي بأننا بصدد أزمة كهرباء متجددة فمن المسؤول وما العمل لحل هذه الإشكاليات وأين جهاز الدولة الرسمي من التعهدات السابقة اشتركوا في القناة